موسيقى مجزو الأخبار من قناة نوميديا نيوز في الجزائر أهلا بكم يحتفي الجزائريون اليوم الأربعاء باليوم الوطني للشهيد المصادف للثامن عشر ففري من كل عام المناسبة ستكون موعدا يتجدد فيه اللقاء مع شهادة لمن شاركوا في صناعة ملحمة هذا الشعب كما أنها ستكون أيضا فرصة لاستذكار رجال رسموا بدمائهم أسطورة وتاريخا وقفت له الأمم إجلالا فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أربعة عناصر من الحراص الوطني قتلوا في هجوم إرهابي استهدفهم مساء أمس الثلاثاء في مدينة بولعبة بولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر في منطقة تنشط فيها مجموعة إرهابية في العراق فاد مسؤولون أكراد اليوم الأربعاء بمقتل خمس وعشرين عصرا من تنظيم داعش الإرهابية خلال صد هجوم شنه تنظيم قرب محافظة أربيل وذلك بمساندة غارات التحالف الدولية وأضفت المصادر أن التنظيم حاول اختراق الخطوط الأمامية القريبة من نهر دجلة في اليمن الوضع لا يختلف كثيرا عن العراق حيث ذكرت صحيفة اليمن اليوم أن مقاتلي تنظيم داعش مستمرون في التدفق على اليمن بحرا عبر المحافظات الجنوبية ونقلت في عددها الصادر الأربعاء عن مصادر من قوات خفر السواحل أنها رصدت قاربين يقلان حوالي أربعين من مقاتلي داعش نزلوا في منطقة رأس الكلب وتم نقلهم برا إلى جهة مجهولة أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عدد الضخايا المدنيين في هذا البلد الذي أنهكت الحروب بلغ مستوى قياسيا في 2014 بعد ارتفاعه بنسبة 22% مقارنة مع السنة السابقة بحسب الأمم المتحدة وخصوصا بسبب تكثف المعارك على الأرض وأضفت الهاية الأمميان النزاع الأفغاني أوقع 10.548 ضحية بين قتيل وجريح في 2014 وهي سنة جديدة قياسية بعد 2013 أين كان العدد لا يتجاوز 8,637 أعلن مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ اليوم الأربعاء عن وفاة 18 شخصا في يوم واحد فيما تتعامل هونغ كونغ مع أسوأ موجة لتفشي فيروس الإنفلوانزا خلال الأعوام القليلة الماضية وأضف المركز أن جميع المرضى الذين توفوا بلغون تزيد أعمارهم عن 18 عاما وبلغت حصيلة الوفايات 228 شخصا جراء مضاعفات الإنفلوانزا خلال الموسم الذي يتوقع أن يستمر حتى أفريل المقبل ختم الموجاز دمتم في رعاية الله وحفظيها السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة